التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها منطقة اللوكوس كان لها أثر إيجابي على الزراعات الخريفية والشتوية على السواء التوزيع الجيد للتساقطات المطرية بالمنطقة والتي بلغت معدل 257 مليمترا كان لها أثر بالغ على مزروعات القمح الصلب والطري والمزروعات السكرية إضافة لمساهمتها في ملء حقينز السدود مما يبشر بسنة سقين مريحة لفلاحي المنطقة تساقطة المطارية الأخيرة التي حلت منطقة اللوكوس كان لها أثر إيجابي على الزراعات الخريفية وكذلك الزراعات الشتوية وحيث أنه بالرغم أنه السنة هذه السجنة غير 59 كمعدل سنوي نقص 400 مقارنة مع السنة الفاريطة إلا أن التوزيع كان توزيع جيد تقريبا 30 ممتخ كل شهر وهذا كان لها أثر إيجابية على الزراعات الكالائية كذلك بالنسبة لما واشياء يكون إن شاء الله أثر إيجابية وكذلك مثل الزراعات السكرية والحبوب والقطاني وكذلك مثل الحقيقة السدود حاليا تسجلنا 21 مئة مثل هذه المخازين و15 مئة دار خروفة وهذا يأكد أنه يمكن أن نكمل السنة سقي إن شاء الله بأرياحية وبدأوا السنة مقبلة إن شاء الله بكل أرياحية الأراضي البورية هنا بدواح القصر الكبير كانت لها أولوية لاستفادة من هذه التساقطات ما أنهاش أمال الفلاحين في موسم مهم خاصة المستثمرون منهم في زراعة القمح والشمندر وبعض القطاني كما ساهمت الأمطار الأخيرة في زيادة منسوب الكلائي والذي سيساعد الفلاح في اقتصاد علف المواشي بالنسبة لأمطار الأخيرة كان لها أثر جيدة بالنسبة للزراعة الشتوية والزراعة الخريفية وكذلك بالنسبة للمياه الجوفية بالنسبة للأبقار والأغنام والمعيز الحمد لله الأمور جيدة جدا فهد السعادة والحمد لله بالنظر إلى الطقس المتغير والتحديات البيئية المتزيدة فإن التوزيع الجيد للتساقطات المطرية يعد عامل الحاسمة لإستمرارية الزراعة والزهارها بمنطقة اللوكوس خاصة وأن المنطقة تضم أزيد من 72 ألف هكتار من القمح الطري والصلب إضافة لأزيد من 6500 هكتار من الأراضي المخصصة للزراعات السكرية كما تبلغ من ساحة الأشجر المثمرة 29 ألف هكتار اشتركوا في القناة